جماعة داشرين على وقت الامتحانات اليوم مواقع التواصل الاجتماعي مولعة اشتر جهاز سماعة حطها بالاذن مع كاميرا ولن يستطيع المراقب ان يكشفك طبعا طريقة الامتحان شي عجيب يعني احنا التعليم كذي مو بس بالكويت في الامة العربية والغش نصعد ما شاء الله نبدع جهاز 120 مملح قيم بيع الاموية او الابو او المدرس قاعد برا السؤال الاول وشماعات الغش وهي بنسبة 96-97 او بعضهم نقول لك بس انجح وهذه مصيبة اليوم ما نقدر نناشد وزارة التربية لا نناشد الاخوان في المباحث الالكترونية التصيد وصيدهم هذولا اللي قاعدوا يبيعون هالأجهزة وزارة التجارة في محلات تبيحة وربح يمكن قيمة الجهاز هذا 120-30 دينار وينباع ب150 و160 و170 وحسب نوعية الجهاز مصيبة ان نوصل لمرحلة ان الطلبة يتمتعون بالغش ومش مهم يسقط يتمتع ان يغش المهم عدي وانجح براويكم نوعية من هالأجهزة اعطي الصور مخرج هذا واحد من هالأجهزة اللي قاعد يبيعونها الآن في مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الثانية ايضا هذه طريقة الجهاز وتركيبه وما الى ذلك اللي بعدها هذه المواقع اللي بتويتر قاعد يبيعون هذه النوعية ويقول لك ادفع من خلال الفيزة وباذن الله يصلك الجهاز قمة قمة بالفساد قمة بالفساد صار يصنعون الاجهزة لنا الصين وبعض دول شرق الاسيا يصنعون الاجهزة لنا شون انت بننطور اللي بعدها يقول لك هذه الفيزة والشحن وما الى ذلك فانا اقول يعني الموضوع ايضا فضيحة ما بعدها فضيحة اللي قاعد يصير داخل مجتمعنا بخصوص هالي النوعية من السماعات ستة ميلي وشوفوا النوعات اللي ترحض داخل الاذن وروحوا المستشفيات وقت الامتحانات بس فاضين الدكاترة وصوبوا مستشفى الاذن قاعدين بس يطلعون سماعة دشة داخل وعملة التهاب وتعال طلعها وتعال روحوا انا اطلب من فريق العداد يحط لنا مصورين ووقت الامتحانات بس نصور شفيك يبوي اذن سماعة دشت داخل وما طلعت امه قاعد بالملقط بتطلحها وقادرة تطلحها فهيت الدكتور مصيبة يعني ما ادري المدرسين كل واحد يبون يدش الطالب لو سمحت اذنك اذنك الثانية ما ادري والله ما ادري نحملها منه تربية اش عليها والدليل على ذلك النص بشتغل براويكم تقرير شندك يا ابو احمد